بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا إخواني وخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثي إليكم في هذه الحلقة عن وجوه من الكفر في كتاب الله تبارك وتعالى أو بعبارة أسهل وأيسر كيف تعاطى القرآن الكريم مع الكفر مع أنواعه وصوره ووجوهه أيضاً مع أسبابه وبواعثه والدوافع عليه وإليه من يقرأ هذا الموضوع قراءة متكاملة أيها الإخوة والأخوات في كتاب الله سبحانه وتعالى يلفته أن القرآن العظيم قد تقص هذا الموضوع من شتى جوانبه وعرض له عرضاً مستفيضاً موعباً حتى لا مزيد في البداية أود أن أنبه على أن الكفر المتحدث عنه إنما هو الكفر بالمعنى الشرعي لا الكفر الذي يتحدث عنه بعض المفكرين وبعض الفلاسفة لأن أكثر هؤلاء وخاصة في هذا العصر إنما يقصرون هذه الكلمة أو هذه اللفظة على الكفر بالله سبحانه وتعالى أي ما يسمى في عصرنا هذا العصر الحديث الإلحاد على كفر الإلحاد لكن نحن نتحدث عن الكفر بالمعنى الشرعي بالمعنى الشرعي كالكفر بالله عز وجل والكفر بالأنبياء والمرسلين الكفر بالملائكة الكفر بالكتب والشراء الإلهية الكفر باليوم الآخر بالبعث والنشور كل أولئكم كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى فإذن الكفر المتحدث عنه والمبحوث إنما هو الكفر الشرعي أول نوع يمكن أن نشير إليه من أنواع الكفر هو كفر النفي أو كفر الإنكار وبدأت به لعزة الموارد التي تتحدث عنه في كتاب الله أي لندرتها وقلتها وأيضا دفعا للشبهة التي يثيرها بعضهم بالقول إن القرآن الكريم لم يتحدث عن كفر النفي أو كفر الإنكار لكن بداية ما هو النفي ما المراد بالنفي هنا المراد بالنفي أو الإنكار إخواني وخواتي الإلحاد بالمعنى الحديث إثيزم يعني لأن هؤلاء يقولون القرآن لم يتحدث عن كفر بمعنى إنكار لوجود الذات الإلهية ذلكم أن العرب لم تعرف هذا النوع من أنواع الكفر وإنما كان كفرهم كفر شرك كفر وثنية آمنوا بالله تبارك وتعالى خالقا وربا مهيمنا مدبرا محيا مميتا رازقا إلى آخره لكنهم شركوا معه في تدبير ملكه وفي العناية بخلقه شركاء من طواغيتهم أصنامهم وأوثانهم وأوهامهم فهذا هو كفر العرب لكنهم لم يعرفوا كفر النفي أو الإنكار بمعنى الإلحاد بالمصطلح الحديث ولذلك القرآن خلى منه وهذا الكلام غير صحيح هذا الكلام غير صحيح لكن أنبه مرة أخرى أن كلمة أو لفظة الإلحاد لم تستعمل ولم ترد في كتاب الله بالمعنى الذي نعرفه الآن في هذا العصر الحديث بمعنى إنكار وجود الذات الإلهية لا وإنما القرآن استخدم الإلحاد بمعنى الانحراف في فهم أسماء الله وصفاته بمعنى يعني وقوع شيء من التحريف والتشويه المفهومي لله تبارك وتعالى لمفهوم الله تبارك وتعالى لأن الوقوع في انحراف في فهم أسماءه وصفاته مباشرة بل هو يعدل يعدل يعني يساوي ويعادل تحريف مفهوم الله concept مفهوم الله تبارك وتعالى في ذهن المحرف وفي اعتقاده في ذهن المحرف وفي اعتقاده قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنة فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه يلحدون في أسمائه ولنا عودة إلى هذه النقطة ربما في آخر هذه الحلقة لكن كفر الإلحاد بمعنى نفي الذات الإلهية هذا نسمي كفر النفي أو كفر الدهريين النزعة الدهرية النزعة الطبيعية نموت ونحي وما يهلكنا إلا الدهر إذن ما من إله ما من خالق ما من معتن ما من محي ما من مميت ما من باعث لا إله إلا هو ينكرنا هذا كله وهذا وردت الإشارة إليه في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر هؤلاء هم الدهريون الطبائعيون أو الطبيعيون الذين يعزون كل شيء إلى الطبيعة الطبيعة التي خلقت الطبيعة التي تحي الطبيعة التي تميت ولا يعترفون بالله هؤلاء ملاحدة بالضبط هؤلاء ملاحدة الآن الملحد ملاحدة بالمعنى الحديثة أيها الإخوة ونبه مرة أخرى وإلا هذا هو كفر النفي كفر النفي كفر الإنكار هكذا كانوا يسميهم أبو العلاء المعري أبو العلاء المعري يسميهم النفاء ينعتهم بالنفاء أي الملاحدة الذين لا يعترفون بالله تبارك وتعالى أي بوجود الله تبارك وتعالى الملاحدة في العصر الحديث أيها الإخوة طبعا يقرون بظاهرة الحياة والموت بلا شك يقرون بأن الكوكب الأرضي مثلا مناسب لحياة الإنسان مناسب تماما لكن يقولون الطبيعي التي صاغت هذا هيئت هذا الطبيعة الوجود المادي المكتفي بذاته الحاد هذه نزعة الحادية إذن الإشارة موجودة إلى هذه النزعة في كتاب الله تبارك وتعالى وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ على حد قول قائلهم إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع لكن ما من إله يرحي ويميت وما من إله يبعث وينشر يوم القيامة إذن كفر الإلحاد بهذا المعنى أو كفر النفي والإنكار موجود في كتاب الله تبارك وتعالى هناك ضرب آخر من الكفر يمكن أن ندعوه كفر اللا أدرية وهو قريب جدا يقرب منه كفر الشك والظن أيها الإخوة كفر الشك والظن على كل حال القرآن لم يفرق بين الظن والشك على طريقة المناطقة على طريقة المناطقة تقريبا هو مترادفان إلى حد بعيد في كتاب الله الشك والظن فما هو كفر اللا أدرية أغنوستيسيزم يقولون هذا لا أدري بعضهم يعرف نفسه بأنه لا أدري يقول لست ملحدا لكنني من اللا أدريين اللا أدريون أيها الإخوة والأخوات هم أناس قطع بهم راوحوا بين النفي والإثبات في المنتصف أيها الإخوة بالعكس لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لا إلى هذه الجهة ولا إلى هذه الجهة يقولون قد يكون وقد لا يكون هل تؤمن بالله؟ يقول لا أدري هل تعتقد أنه موجود؟ لا أدري قد يكون موجودا لكن لا أدري وقد لا يكون موجودا ليس لدي أدلة تكفي للإثبات كما ليس لدي أدلة تكفي للنفي فأنا أتوقف فأنا أتوقف ولذلك كما قلت لكم يقرب من كفر اللا أدري في كتاب الله تبارك وتعالى كفر الشك والظن إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين لكن مع التنبه إخواني و أخواتي إلى أن هذه اللا أدرية يمكن أن تتعلق بالله تبارك وتعالى فيكون المرء لا أدريا بخصوص الإيمان بالله هل هو موجود أو غير موجود؟ يقول لا أدري أجنوستيك يعني لا أدري ليس لديه معرفة أجنوستيك هذا الإيه للنفي يعني ليس لديه المعرفة الكافية ليثبت ولا المعرفة الكافية لينفي كما يمكن أن تتعلق هذه اللا أدرية مثلا بالبحث و النشور يؤمن بالله على أنه خالق مدبر لكن يقول هل هناك بعث و نشور؟ وطبعا هذه الأنماط من الكفر تتحرك دائما إخواني و أخواتي خارج ماذا؟ خارج الإيمان الشرعي خارج الإيمان الرسالي الإيمان الوحياني الذي أتى به الوحي الذي أتى به الوحي هذا الإيمان الإلهي لأن الإيمان إلهي متكامل مباشرة إيمان بالله واليوم الآخر عبر ماذا؟ عبر الرسل و النبوات بواسطة الكتب التي ينزلت عليهم هذا واضح جدا لكن بعضهم يؤمن بعقله بوجود قوة خالقة مدبرة ليس على طريقة الوحي و لذلك يؤمن بهذه القوة و قد يسميها الله أو الإله أو كذا أو الخالق المنشئ المبدع آخره لكنه لا يؤمن باليوم الآخر فهذه تتحرك خارج منظومة الإيمان الديني الإيمان الوحياني لذلك يمكن أن تتعلق اللا أدري أيضا بقضية البحث و النشور بقضية البعث و النشور في كتاب الله تبارك وتعالى صاحب الجنتين وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةَ يَقُولُ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةَ لكن على فرض و بفرض أنها قامت يقول أنا من الناجين المسعودين وَلَا إِنْ رُدِتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا أي من جنتي منقلبة لذلك نعتاه صاحبه المؤمن بالكفر قال له صاحبه أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُولًا وهو يحاوره كفره لأن هذا كفر هو لا يدري يقول يعني إيه ليس لديه يقين بهذه الساعة وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةَ هذه لا أدرية لكن تتعلق إيه بالبعث إخواني وأخواتي تتعلق بالبعث إخواني وأخواتي بشكل عام أيضا كما في سورة إبراهيم ماذا قال الكفار لرسولهم لغير رسول كفرنا بما أرسلتم به وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيب وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيب يدعوهم الأنبياء إلى ماذا إلى الإيمان بالله وإفرادي بالوحدانية في الربوبية والإلهية وفي أسماء وصفاته أيضا والإيمان باليوم الآخر والبعث وما يستطيع ذلك من جملة أمور معروفة لجماعة المؤمنين يقولون نحن نشك في هذه الأمور كلها ليس لدينا أي ليس لدينا يقين ليس لدينا حتى ترجيح نحن نشك في جملة هذه الأمور تقريبا هذا يقرب جدا من أن يكون إيمان اللا أدريين إيمان الشاكين الظنين والعياذ بالله تبارك وتعالى بعد ذلك أخواني وإخواتي لدينا وجه آخر من وجوه الكفر وهو كفر النفاق تعرفونه جميعا لكن مع التنبه أيضا إلى أن النفاق في كتاب الله عز وجل لم يرد إلا بمعنى واحد نفاق الاعتقاد نفاق الباطن نفاق القلب ليس في القرآن الكريم نفاق عمل ونفاق اعتقاد هذا ورد في السنة المشرحة كل النفاق في كتاب الله هو نفاق اعتقاد والعياذ بالله نفاق اعتقاد بمعنى أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر والشك والتردد والحيرة والعياذ بالله هذا منافق هذا منافق قد يقول قائل إذا كان المنافق شاكا مترددا مذبذبا كما وصفه الله تبارك وتعالى في سورة النساء وكما هو مفهوم آيات كثيرة أيضا لذلك المنافق مراوح بين الكفر والإيمان مرة إلى الكفر ومرة إلى الإيمان مرة ينزع إلى هذه الجهة ومرة ينحو إلى تلكم فالقرآن الكريم وصف هذه الحالة وصف هذه الحالة فإذا كان ذلك كذلك فما الفرق إذن بينه وبين الشاك ما الفرق بينه وبين الشاك الفرق إخواني وخواتي حتى إذا قلنا بعض الشكاك يميل مرة إلى هذه الناحية ثم يميل أخرى إلى الناحية المقابلة الفرق أن الشاك يعرب عن هذا يعرب عن موقفه لا يكذب لا يزيف أما المنافق فإنه يكذب ويزيف يظهر الإيمان والإيمان الموالي الصادق المخلص ويحلف ربما بأغلب الأيمان وأوثقها لكنه في حقيقة الحال وواقع الأمر والعياذ بالله متحير متردد بعض الناس يظن أن النفاق في كتاب الله تبارك وتعالى حالة من النفي اليقيني المنافق كافر بيقين في باطني بمعنى أنه ينكر صحة النبوة والرسالة أو جد الله إلى غيره لا ليس بالضرورة بالعكس النفاق في عمومه في كتاب الله تبارك وتعالى حالة مرضية والعياذ بالله حالة مرضية في قلوبهم مرض المنافق شخص مريض شخصية هشة شخصية ضعيفة ليست واثقة من نفسها ليس لديها القدرة على أن تستعلن بآرائها بمنتحلاتها بعقائدها لأسباب كثيرة وهذا معنى في قلوبهم مرض ولذلك قلب المنافق يشهد الإيمان أحياناً لكن الإيمان لا يستمسك فيه لا يحله إلا ليفارقه سريعاً يحل فيه الإيمان ثم يفارقه يحل ثم يفارقه وهذا معنى قوله تبارك وتعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق هذا البرق كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا ما معنى هذا؟ معنى هذا كما قال السادة المفسرون أن المنافق أحياناً تظهر له بعض الأنوار بعض الهدايات بعض المعالم فيؤمن ثم تخفى تغبى عليه فيعود إلى الكفر والعياذ بالله هنا يسير وهنا يقف الله يقول هنا يسير في هذا النور ثم يقف في الظلام المسكين يتردد بين نور وظلام منافق قلب ضعيف شخصية هشة ليس هكذا حال المؤمن المؤمن يطمئن قلبه بالإيمان المؤمن مطمئن قلبه بالإيمان اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين المخلصين أما المنافق فقلبه لا يطمئن بالإيمان كأن قلبه صفوان حجر أملس كأنه حجر أملس يزل عنه الإيمان كما يزل القطر أو المطر عن الصفا أو الصفوان لذلك في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أنه شبه قلب المنافق ونعته بالمصفح قال هو قلب مصفح وشبهه بماذا بالقرحة نحن نقول قرحة يعني الدم الكبير شبهه بالقرحة يمدها الدم ويمدها الصديد القيح فأيهما غلب غلب إن غلب أيه الدم بعد ذلك طهرها وشو في أصاحبها وإن غلب القيح والصديد والعياذ بالله تبيغت ربما تبيغت بصاحبها فأتلفت له عضوا ربما أتلفت نفسه من عندي آخرها فالمنافق قلبه فيه إيمان أحيانا لكن هذا إيمان ضعيف وإيمان لا يحل إلا ليرتحل والعياذ بالله تبارك وتعالى على كل حال النفاق في كتاب الله هو نفاق الاعتقاد نفاق الباطن والعياذ بالله والمنافقون في الدرك الأسفل من النار لأنهم جمعوا إلى هذا الكفر والتردد والتحير والذبذب والعياذ بالله جمعوا إلى ذلك الكذب والتزييف والإدعاء والاختداع للرسول وللمؤمنين وهذا حال المنافق في كل عصر أنه كاذب مخادع والعياذ بالله ولذلك لا ولاء له لجماعة المؤمنين لا ولاء له للمسلمين ولأه لمصلحته وهو مع العنصر الغالب مع الفئة المنتصرة دائماً يريد أن ينظر من الذي يغلب فينحاز إليه إن انهزم المسلمون تبرأ منهم وبدأ يظهر الشماتة انغلبوا انحاز إليهم وأبدأ يقسم أنه دائماً كان معهم بقلبه ويده وليسانه كاذباً والعياذ بالله على كل حال النفاق معروف في كتاب الله هناك إخواني وأخواتي ضرب أو وجه آخر من وجوه الكفر وهو كفر الجحود كفر الجحود من الجحد والجحد هو ماذا؟ هو إنكار ما يعلم المنكر ما يعلم المنكر أنه على غير الوجه الذي يظهره به ومنه جحد العارية يستعير أحدهم من جاره أو تستعير من جارتها معوناً أو آنية أو متاعاً ثم بعد ذلك تجحده وتقول لا أنا ما أخذت هذا الشيء يقول الجاحد العارية جاحد العارية الشيء المستعار هذا هو الجحد هذا هو الجحد قلبه أيها إخوة في باطنه يعرف وحد يقول لي إيش الفرق بينه وبين المنافق لا المنافق قلبه لا يعرف كما قلت لكم المنافق متحير متردد متشكك يراوح بين هذا وهذا دائماً مذبذب أما الجاحد قلبه عرف معرفة تامة عرف الحق عرف الحق لكنه هو العياذ بالله لأسباب كثيرة ربما الآن نأتي على بعضها وربما نأتي على بعضها في إطار آخر على كل حال لأسباب لكن في رأس هذه الأسباب العلو والاستكبار العلو والاستكبار لا يريد أن يعترف قلبه يعرف أن هذا هو الحق بالدليل وبالحجة البينة لكنه لا يقر يجحد يمكر بعد أن عرف باطنه هو العياذ بالله بعض كفار قريش كانوا هكذا وكانوا يعلمون علم اليقين أن محمد مرسل من عند ربه وأن ما أوحي إليه هو كلام لا كسائر الكلام وأنه فعلاً معجز وأنه حق من لدن الحق لا إله إلا هو لكنهم أبوا وجحدوا مثل قوم فرعون فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ظلموا بها الله يقول أنكروها والعياذ بالله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلو فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا ماذا؟ هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إذن جحدوا أيها الإخوة في مقابل ماذا؟ اليقين الاستيقان هم موقنون في نفوسهم أن هذه آيات من عند الله وأن موسى رسول صادق من عند الله ومؤيد بتأييد الله تبارك وتعالى لكنهم قالوا هذا سحر سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلو فانظر كيف كان عاقبة المفسدين هذا من أسباب الفساد والإفساد في الأرض أن الإنسان لا يصدع بالحقيقة التي يوقن قلبه بها ينكر والعياذ بالله ويظهر عكس ما يعتقد فيعم الفساد في الأرض يعم الفساد في الأرض تضيع الحقيقة تضيع الحقيقة وخاص أخواني وخواتي أن معظم الناس على الإطلاق في كل الملل في كل الأمم في كل أين وآن في كل عصر وزمان ومكان معظم الناس مقلدون يقلد بعضهم بعضاً والناس مجبورون على هذا تقريباً أو هي الثقافات السائدة فالذين يعرفون الحق بالدليل قلة الذين يعرفون الحق بدليله قلة من البشر وهؤلاء سبحان الله وضعهم غريب وعجيب من صدق منهم من صدق منهم شكل ومثل وجسد قوة هائلة جبارة وقد يكون فرداً برأسي أيها الإخوة بحيال جماهير أو جماعات أو سلطات أو جهات معينة قوية ومنظمة لكنه يأبى أن يتنازل ويأبى إلا أن يصدع بالحق وأن يشهد بالحق وأن يقوم به شيء غريب قوة هائلة لكن في المقابل تخيلوا إخواني ومن هنا طبعاً يبتلى مثل هذا الشخص يبتلى بالترغيب وبالترهيب وتعرض عليه أشياء كثيرة مناصب وأموال وجوائز لكنه يأبى يأبى أن يضحي بالحق الذي عرفه يتعبد الله تبارك وتعالى بصدقه مع ضميره مع قناعته من هنا تأثير هؤلاء الناس الذين قد يكونون من أحاد الناس وضعافاً من جهة التنفذ والسلطة والمال وناس عاديين جداً جداً أقل من عاديين في نظر الناس لكن هؤلاء قد يغيرون مسار التاريخ مسار الجماعة مسار الأمة مسار الشعب شيء غريب قوة هذه قوة الحق أخواني وأخواتي هذه قوة الحق لكن تخيلوا مثلاً تخيلوا أن السلطة ما تريد أن تغري كل من لا يرضى عنها لكن من ماذا؟ من الطغام من عوام الناس الذين لم يعرفوا الحق بدليلي ولا هم ملتزمون بقضية الحقيقة لا يمكن أن تكفيهم أي تكفي هذه السلطات أو تكفيها كل أموال الدنيا تعرفون لماذا؟ لأن معظم الناس يقبل هذا معظم الناس خذ من شئتها كذا لا على التعيين وقل له تشهد بكذا وكذا وتقرب بكذا وكذا وسنبقيك مثلاً مليون دولار مرضى من الناس يفعل هذا يتمنى هذا وسيشهد بكل ما تريد ويقرب كل ما تريد لكن أين هي الأموال التي تسع هؤلاء الأوغاد أخواني وأخواتي حاشاكم أين هي الأموال التي تسع كل هؤلاء الأوغاد كل هؤلاء الصغار الأدنياء لذلك السلطات دائماً لا تبالي هؤلاء بالا لا تُعنى بهم إنما تُعنى بأصحاب الشخصيات القوية الملتزمين بالحقيقة وبقول الحقيقة بعد اكتشافها بالدليل هؤلاء يرمون بها في وجوه كل سلطة في وجوه كل طغيان كل جبروت دون أن يلووا على شيء ولا يمكن أن يستنزلوا عن موقفهم عن مجدهم هذا مجد الحقيقة لا بترغيب ولا بترهيب لكنهم قلة كثرهم الله في أمتنا وفي كل أمة طيب نأتي الآن إخواني إلى كفر آخر عرض له القرآن الكريم إنه كفر الإعراض إنه كفر الإعراض ما معنى كفر الإعراض؟ هو كفر الإعراض كفر الصد كفر الصد أيضاً لأن فعل صد يأتي لازماً ويأتي متعدياً نريد هنا المعنى اللازم له حين يكون لازماً ما معنى لازماً؟ أي لا يتعدى إلى مفعول لا يتعدى إلى مفعول كأنه يلتزم إيه؟ فقد فاعله فقط فنقول صد فلان عن آيات الله بمعنى أعرض عنها لم يقبل عليها أباها هذا معنى صد فلان هذا لازم هذا فعل لازم لكن صد فلان فلاناً عن آيات الله هذا فعل نفس الفعل متعد فعل متعد صد الرجل صاحبه عن آيات الله أي جعله يعرض عنها أغراه بالإعراض عنها كرهه فيها في آيات الله تبارك وتعالى فهذا كفر الصد كفر الإعراض والآيات حوله في كتاب الله كثيرة يعرضون منذ البداية هو لا يريد أن يطلع على ما عندك لا يريد أن يسمع آيات الله تبارك وتعالى يهرب منها يستغشي ثيابه يجعل أصابعه أي أنامله طبعاً في أذنيه ويولي مدبراً وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه يضرب ليثاً ويلوي ثم يدبر مباشرة الآيات كثيرة في تأكيد هذا المعنى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون ما معنى ولغوا فيه حتى حين يتلو محمد أو أحد أصحاب محمد أنتم فلتتعال أصواتكم بأي شيء آخر لتهوشوا عليه لتشغبوا عليه إلغوا فيه لا نريد أن نسمعه ولا نريد لغيرنا من الناس أن يسمعوه أيضاً فهؤلاء صدوا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن آيات الله وقد يجتمعان ويندر أن تجد من يصد عن آيات الله في نفسه إلا وهو يغري الناس بالصد عنها كما قال تبارك وتعالى من قائل وهم ينهون عنه وينأون عنه وإيه لكون إلا أنفسهم وهم ينهون عنه وينأون عنه ما معنى هذا ينهون عنه يصدون غيرهم عنه وينأون عنه أي في أنفسهم يبتعدون يصدونهم في خاصة أنفسهم عنه عن الحق الإلهي إذن يجتمعان إذن يجتمعان كونوا معنا أحبتي بعد هذا الفاصل بارك الله فيكم يا أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم إخواني وأخواتي إذن كفر الإعراض أو كفر الصد إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء الصم الأطروش حين يكونون لا يسمعون هل تستطيع أن تدعوهم لا يسمعون هذا الدعاء إذن هما مفعولان ولا تسمع الصم هذا مفعول به أول الدعاء مفعول به ثانياً أيها الإخوة إذا ولوا مدبرين هم صم ومع ذلك أيضاً يولون مدبرين بلاغ القرآنية عجيبة صم ومع ذلك يولون مدبرين لا يحبون أن يعطوا أنفسهم فرصة فرصة صغيرة لكي يستمعوا لكي يستمعوا النبي عليه الصلاة وأفضل السلام كان دائماً ما يكرر في المرحلة المكية يكرر عليهم أنه لا يريد أكثر من أن يخلوا بينه وبين الناس أعطوني فرصة فقط لكي يبلغكم ما عندي اسمعوا مني ثم أنتم بعد ذلك بالخيار إن شئتم أخدتم وإن شئتم تركتم ولكنهم أبوا عليه حتى هذه الفرصة عليه الصلاة وأفضل السلام هذه هي وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا الإعراض هو هذا الإعراض يصد في نفسه يعرض ينأ يولي يدبر والعياذ بالله بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون إنه كفر الإعراض شيء غريب هذا الكفر عجيب طبعاً واضح أن هذا الكفر يتخلل في معظم الحالات وجوه الكفر الأخرى يعني المنافق هل المنافق حريص على أن يسمع كلام الله دائماً؟ أبداً بالعكس المنافق في معظم الأحوال والأوقات حريص على أن لا يسمع فهو ينأى بنفسه ويعرض لا يدح نفسه هذه الفرصة لكن ليس في كل الحالات في حالات معينة يأتي ويستمع لكن المعرض كما نقول يأخذ الطريق من قصير لا يريد أن يعرض نفسه لخطر أن يستمع إلى الحق أو إلى هذا الشيء الذي لا يزال على الأقل في تقديره وفي وهمه في قيد البحث هو حق أو باطل لا يريد أن يعرف وربما زعم أنه باطل دون أن يستمع إليه دون أن يستمع إليه شيء غريب يعني يعني الإنسان كأنه فعلاً عدو نفسه الإنسان عدو نفسه لا يريد أن يمتعها بفرصة أن تختبر هذا الشيء هو راضي هو راضي بما هو لماذا؟ لذلك لا بد أن نحاول أن نتلمس أو نلتمس بعض الأسباب النفسية لهذه الحالة الغريبة جداً لا تريق بالإنسان لا تريق بالإنسان المفكر الكائن الناطق العاقل أن يحرم نفسه هذه الفرصة نفس الشيء الكافر الجاحد بالحريق أنه في معظم الحالات لا يعطي نفسه فرصة أن يسمع ولو لمزيد سماع لأنه عرف وجحد لماذا يعرض نفسه؟ فيعرض بعد ذلك فيعرض بعد ذلك وإن كان أساس كفره ليس الإعراض وإنما الجحد هذا هو الفرق لكن هنا هذه الحالة أساس الكفر فيها الإعراض والنأي والصد هذا الذي يفرق بين هذه الحالات المتداخلة أحياناً نعم لكن لماذا يعرض الكافر؟ لماذا يعرض المرء عن الحق أن يسمعه أن يتملاه أن يتأمله؟ قاطعاً هناك جملة أسباب نفسية ليست معرفية ليست عقلية ليست علمية مستحيل أن تكون علمية أو معرفية هذا بالضبط إخواني عكس وعلى الضد تماماً من وعلى طبيعة المعرفة العلمية طبيعة المعرفة العلمية طبيعة المعرفة عموماً أنها جسورة شجاعة تتخلى أشياء كالنور تريد أن تستطلع كل شيء تتقصى كل شيء هذا لا يريد لا يريد أن يطلع من الأصل إذا ليس السبب معرفياً السبب ماذا؟ سبب نفسي سبب مزاجي السبب نفسي في رأس هذه الأسباب الخوف إخواني و أخواتي من ماذا؟ من سطوة الحق من قوة من جاذبية البرهان و الدليل يخافوا يخاف أن يستمع فيسطو به الحق يغلبه الحق يظهر عليه بدليل و حجته طيب ماذا في ذلك؟ أفضل أن يتبع الحق لا هو يعلم أنه إن اتبع و لذلك من وراء هذا السبب أسباب أخر يعني أسباب أخرى في معظمها إن لم تكن كلها أسباب مصلحية منافعية لأنه يعلم أنه إن اتبع هذا الحق و صدع به فإنه سيفقد مصالحه سيفقد منافعه لن يستطيع أن يحصلها سيفسد معاشه ربما إخواني و أخواتي خاصة في مجتمع يتظهر ضد هذا الحق و ضد هذه الحقيقة إن نتبعيه الهدى نتخطف من أرضنا مثلا هيردون و قد نعتوه بالهدى هم أدركوا أن ما أتى به محمد هو هدى لكن قالوا إذا اتبعنا هذا الهدى أنه تخطف من أرضنا يتألب علي الناس يرموننا عن قوس واحدة كوننا خلفنا عقائدهم و دينهم الوثني هذا الشركي مثلا المصالح الحيثيات الاعتبار السمعة ماذا سيقال عني بين الناس بين أصدقائي بين معرفي إذن لا أريد لا أريد إذن هذا هو السبب النفسي الأول السبب الثاني أيها الإخوة أنه مستغرق في أمور أخرى فالدين ليس ضمن أولوياته لذلك هو يعرض منذ البداية غير مهتم بالقضية الدينية غير مهتم بالقضية الروحية لكن هو يجري جرياً ويعدو عدواً إلى أصغر صفقة يكسى فيها بطعة ألوف مثلاً من الدنانير أو الدولارات أو كذا يجري مباشرةً لا يتقاعص ولا يتقاعد عنها لكن الأمور الروحية الدينية ليست ضمن أولوياته ليست ضمن اهتماماته لذلك يعرض عنها أبداً غير معتنم بها والقرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة بطريقة عجيبة وغريبة جداً في قوله تبارك وتعالى من سورة النمل بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وهذه الآية حيرت المفسدين كما لاحظ العلامة المفسر الشيخ الطاهر بن عاشور رحمة الله تعالى عليه حيرتهم وقالوا فيها أقوالاً كثيرة عجيبة وغريبة وغامضة مثقلة بالتكلف مثقلة بالتكلف ما معنى بل ادارك علمهم في الآخرة ادارك علمهم في الآخرة لا نريد أن نعرض لما قال معظم المفسدين أريد فقط أن أعرض عليكم إخواني وأخواتي ما أنا يعني مرتاح لي مقتنع به ادارك هنا طبعاً صرفياً من تدارك بل تدارك علمهم في الآخرة بل تدارك علمهم في الآخرة فإما طبعاً تلاحق يعني إما أن يكون بمعنى إيه تلاحق لحق بعضه بعضاً ومنه إيه أدرك فلان أدرك إيه فلاناً مثلاً أدرك هو لحق هو بمعنى تلاحق وبعد ذلك يكون المعنى والله أعلم تلاحق علمهم بحيث أن الخلف قلدوا فيه السلف من غير بصيرة فيه من غير بصيرة في هذا إيه العلم ماذا ظنوا في الآخرة هم ظنوا كما ظن أسلافهم من غير تحقيق من غير تأمل من غير بصيرة لحق فيه الخلف السلف هذا رأي لا بأس به لكن أحسن منه أن تدارك هنا كما قلنا لكم ومعنى تتابع وتلاحق من ماذا؟ كأنه تشبيه فيصبح مجازاً كأنه تشبيه أيها الإخوة بأن يدرك بعض الشيء بعضه بأن يدرك بعض الشيء بعضه يلحق بعضه بعضاً حتى إيه؟ بعد ذلك لا يبقى منه شيء تماماً كعقد انفرط نظامه أو قطع نظامه فتلاحقت حباته تلاحقت حباته يلحق بعضها بعضاً حتى لا تبقى منها حبة واحدة في النظام ما المقصود إذن؟ المقصود كما قال بعض المفسرين رحمة الله عليهم جميعاً المقصود أن علمهم فنياً فلم يبقى لديهم من العلم شيء يعتد به بصدد الآخرة يعني لم يولوا هذه المسألة شيئاً من وقتهم طائلاً لم يهتموا بها لم يدرسوها لم يتأملوها لم يتعمقوها في حين أنهم أنفقوا سنوات ثمينة من أعمالهم أيها الإخوة في تحصيل الأموال وتحصيل لذائذ والمجتهيات والمغتنيات وأعراض الدنيا لكن قضايا الآخرة وقضايا الغيب والإيمان كذا غير مهمة فيصيل هذا معنى الآية بل الدار كعلمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ونظام الآية عجيب هذه الآية عجيبة جداً من سورة النمل بل هم منها عمون إذن هم يعرضون لأنهم غير مهتمين هذا السبب الثاني الدين ليس ضمن أولوياتهم لديهم أولويات رتبوها ربما في جدول معين الدين ليس من ضمن هذه الأولويات على الإطلاق أصلاً هكذا طيب نأتي الآن إخواني و أخواتي وفاء بما ذكرت لكم لنتحدث عن كفر الإلحاد في القرآن الكريم ليس الإلحاد بالمعنى المعاصر وهو إنكار وجود الذات الإلهية وإنما إلحاد كما يعرضه القرآن الكريم ولله الأسماء الحسنة فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء نسميه كفر الإلحاد قرآنياً ما معنى كفر الإلحاد بعبارة معاصرة إخواني و أخواتي يمكن أن نقول إن كفر الإلحاد في كتاب الله تبارك و تعالى يعني النزعة التخفيضية الإختزالية لمفهوم الله تبارك و تعالى أو لمفهوم الإله بالمطلخة كذا ما معنى النزعة التخفيضية الإختزالية طبعاً إخواني و أخواتي حتى أوضح وأبسط لا أحد يمتلك أو يستطيع أن يتعاطى و يتعامل مع الله تبارك و تعالى كذات الله ذات لا كذوات لا إله إله كيف؟ وهو الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم يكن له كفواً أحد انتهى كل طماعية منقطعة أيها الإخوة في هذا الباب أن نتعانى مع الله كذات مستحيل لكن نحن نتعامل معه لا إله إله كمفهوم مفهوم كونسبت هذا المفهوم تتنازعه الأساطير الأساطير أيها الإخوة الأديان الوثنية الأديان الشركية الأديان الحلولية تتنازعه المفاهيم الفلسفية أو المحاولات الفلسفية للتعاطي مع هذا المفهوم وفي نظرنا كمؤمنين كمليين وتنفرد تنفرد تنفرد الكتب الإلهية الأديان الوحيانية إنجازة التعبير بتقديم المفهوم السليم والصحيح اللائق بالله تبارك وتعالى من الذي يقدمه؟ الله نفسه لا إله إله هنا خصوصية الدين الوحياني أيها الإخوة هنا يفترق النبي عن أي فيلسوف هنا يفترق الكتاب الإلهي عن كل الأساطير عن كل الفلسفات عن كل التأمليات والاستبصارات بخصوص القضية الإلهية الله تبارك وتعالى هو الذي يقرب ويقدم لنا صورة مفهومية عنه لا إله إلا هو هو هذا أما الصور الأخرى المحاولات الأخرى كلها من عند آخرها تقترب وتبتعد المشكلة أن مفهوم الإله مفهوم الله تبارك وتعالى مفهوم حساس جدا مفهوم حساس جدا مفهوم مركب أيضا وفيه اعتماد متبادل كل شيء فيه متعلق بكل شيء كل شيء فيه متعلق بكل شيء ومن هنا لا يكفي أن تقول أنا أؤمن بوجود الذات الإلهية أنا أؤمن بأن الله خلق مثلا ورزق واعتنع لا لا لابد أن تؤمن بكل أسماء الله وصفاته لا إله إلا هو لأن بعضها يعتمد على بعض وبعضها يفسر ببعض وبعضها يفسر ببعض وتعمل سوية أيها الإخوة مفهوم الله في الاعتقاد الملي في اعتقاد الموحدين هو هذا هذا جملة وتفاصيل جملة وتفاصيل لا تستطيع أن تأخذ بعضه وتترك بعضه ممنوع بحسب منطق القرآن العظيم أنت يعني لا يسمح لك أن تفرق حتى بين أنبياء الله تبارك وتعالى وتقول أنا أؤمن بهذا وأكفر بهذا بما أنهم جميعا من عند الله تبارك وتعالى ممنوع عليك أن تكفر بواحد منهم كما قال عز من قائل في سورة النساء إن الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله طيب كيف فسرها بقوله كيف نفرق بين الله ورسله ويقولون فسرها نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل أولئك هم الكافرون حقا والعياذ بالله وأعتدنا الكافين عذابا مهينة شيء مخيف جدا لماذا؟ لأنهم جميعا من عند الله لا تستطيع فكيف بصفات الله وأسمائه تؤمن ببعضها وتكفر ببعضها توافق على بعضها وتكذب ببعض لا يجوز هذا كفر هذا إلحاد القرآن يقول إلحاد حتى الإيمان من حيث الأصل بالبعض ثم تحريف مفهومها مفهوم هذه الصفة مفهوم هذا الاسم يعتبر إلحادا بنص كتاب الله تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه لذلك إخواني وإخواتي للأسف المفهوم الإلهي مفهوم الله مفهوم الإله عبر التاريخ كان ولا يزال للأسف الشديد يتعرض لمحاولات تشويهية محاولات اختزالية تخفيضية بدغو القرآن الكريم الحادية محاولات الحادية تخفيضية العرب مثلا كانوا إذا سئلوا معنى الذي خلقكم الله يحترفون مباشرة عرب الألوذنيون كفار الجزيرة العربية من الذي خلق السماوات والأرض الله من من الله ولكن خفضوا مفهوم الله تبارك وتعالى مفهوم الإله بحيث صار شيئا أكبر من أصنامهم أعظم من أصنامهم ولكن ليس بالمطلق لماذا؟ لأن هذه الأصنام وتركم الأوثان كانت تشركه تشاركه في ماذا؟ في العناية بتدبير الخلق في العناية بإدارة الكون شيء غريب الأصنام والأوثان إذن ما هذا الإله الذي يحتاج إلى أوثان وأصنام لكي تشركه ولكي تعينه في تدبير خلقه والعناية بهم هذا إله ضعيف جدا معناها طبعا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون أكثر من هذا نسبوا إليه الولد وخرقوا له بنين وبنات بغير علم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ستكتبوا شهادتهم ويسألون قالوا هذه بنات الله استغفروا الله العظيم عجيب جدا هذا ليس الله الذي يعرف المؤمن الموحد صحيح العقيدة سليم التصور أيها الإخوة والفهم لمفهوم الله الذي يعرضه الكتاب المقدس القرآن العظيم مثلا لا يعرفون هذا خفضوه ما الذي حصل بهذا التخفيض إخواني وإخواتي الذي حصل بفعل هذا التخفيض أنهم بعد ذلك أنكروا قدرة الله على البعث والنشور قالوا لا هو موجود وخلق ويدبر مع هذه المدبرات هذه المدبرات من الأصنام والعوثان كلها تشركه وتعينه لكن هو أعجز من أن يعيدنا مرة أخرى إذا هلكنا وفنينا إذا ضللنا في الأرض إن لفي خلق جديد يستبعدون هذا يستبعدون جدا هل ممكن نحن ذبنا ضللنا ذبنا انتهينا في الأرض تفرقنا من أين له أن يقدر على أن يعيدنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم استبعد هذا قال هذا مستبعد جدا مستحيل يقول هذا الكافر اللعين مستحيل أن يحيي العظام وهي رميم تعرفون لماذا؟ فعلا هذه نتيجة منطقية للمنطلقات السخيفة غير المنطقية وغير المعقولة التي بدأوا بها وهي المنطلقات التخفيضية لمفهوم الله حيث خفضوا مفهوم الله لم يستطيعوا إخواني واخواتي وربما لم يحاولوا أن يتعاطوا مع مفهوم الله كما هو على أنه كلي القدرة كلي العلم كلي المشيئة لم يستطيعوا أن يفهموا هذا لا أرادوا أن يخفضوا هذه أمراض الديانات للأسف الشديد أمراض الديانات ولذلك يبدأون بالتوحيد وينتهون بالتعديد يبدأون كان الناس أمة واحدة أي على توحيد الله تبارك وتعالى قال حسن بصري فاختلفوا فبعث الله النبيين وبشرين هكذا بدأوا بالتوحيد وانتهوا إلى التعديد بهذه النزعة الأنثروبومورفية النزعة الأنسانية هم يعني يرون أن الله أعظم منهم بقليل إنسان كبير عظيم فقط فيمدون صفاتهم أيها الإخوة لتكون هي صفات الله لا بالعكس فرق كبير بين الثرى بين التراب وبين رب الأرباب أين التراب من رب الأرباب أين الإنسان من رب الإنسان يا أخواني فهذه نزعة تخفيضية طبعا هذه النزعة التخفيضية كما قلت انتهت بهم إلى أن ينكروا قدرة الله على البعث والنشور فكفروا بهذا كفروا كفر صلعاء شنعاء والعياذ بالله أخواني وإخواني وإخواتي فرق كبير بين الذي يكيف يكيف طريقة فهمه وحتى طريقة سلوكه وعيشه في الحياة يكيف نفسه وشروطه لكي تتلاءم به وتتسخ ما وتتناغم مع المفهوم الديني لله تبارك وتعالى والمفهوم الإيماني بشكل عام وهنا يصبح الدين ماذا؟ تدبيرا هنا يصبح الدين قوة هائلة يستطيع أن يثبت بها الإنسان قدرته على الانتصار على نفسه على شهواته على غضبه على مصالحه على اعتباراته وحيثياته الذاتية على كل الهشاشة البشرية بالإيمان يا إخواني لماذا؟ لأنه أصبح إيمان تدبير وبين الذي يكيف مفهوم الله ومفهوم الإيمان بعامة لكي ماذا؟ يكيفه مع ماذا؟ يكيفه مع شروطه هو الإيمان يتكيف مع شروطه شيء غريب هنا يمسخ مفهوم الله تبارك وتعالى ويمسخ مفهوم النبوة ومفهوم الدين ومفهوم الشرع الإلهي تفسد الحياة وهذا الذي يفسد لنا كيف يمكن باسم الدين أيها الإخوة أن ترتكب الجرائم والفضاعات والقتل والاعتداء على الناس على الناس أولا وفي البداية المخالفين لنا في الدين المخالفين لنا في الاعتقاد لكن تاليا وبعد ذلك حتى على إخوتنا في الدين وأخوتنا في المعتقد أو إخواننا في الوطن نذبحهم ونقتلهم وباسم الدين تعرفوا لماذا؟ لأن هذا دين تبرير وليس دين تدبير لم يؤخذ منذ البداية بهذا الطريق التي شرحت لكم أن يكيف أنفسنا وشروطنا وظروفنا لكي تتلاءم وتتناغم مع الشرط الديني مع المفهوم الديني أبداً نحن كيفنا المفهوم الديني لكي يتناغم معنا لكي يتناغم معنا الكوميديان الأمريكي الشهير إيمو فيليبس يقول أو قال مرة حين كنت صغيراً دعوت الله أن يمنحني دراجة بايسيكل يعني دراجة هوائية ثم سرعان ما أدركت أن الأمور لا تدار بهذه الطريقة فسرقت الدراجة ثم سألته أن يغفر لي تماماً هذا الكوميديان ضرب لنا مثلاً كيف يمكن أن يقلب الدين إلى تبرير لخطيئة الإنسان تبرير تسويغ لجرائم الإنسان بهذه الطريقة اتفق لأحدهم قبل فترة يسيرة إخواني وأخواتي أن جاءته فواتير باهظة أثقلته من شركة الهاتف المحمول بطريقة أخرى هو أعلم أنهم تقريباً سرقوه بطريقة قانونية لا يستطيع حتى لو رفع أي قضية في المحكمة هو سيخسرها شعلك كبير لديه عشرات المحامين كبار المحامين تقريباً هو ربما كان مغفلاً لكن يا سرقة مقنعة سرقة مقنعة وباسم القانون غضب وفي حال يعني إيه كان غضبان جعل يدعو انطلق يدعو اللهم دمرهم اللهم أخسرهم ولا تربحهم اللهم 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 لكنه لما كان إيه يتساءل دائماً ويفتش نفسه ويلومها هذا إلى نفسه ليدرك أنه بأدعيته هذه كان يسيء الأدب مع الله تبارك وتعالى كيف؟ إنسان ظلم سرق بطريقة مقنعة من شركة تمتلك المليارات وهو لا يمتلك المسكين شيئاً بالنسبة إليها وأثقلته بهذه الفواتير لماذا أساء الأدب؟ علم أن الله الذي يدعوه أيها الإخوة بهذه الدعوات لا يمكن أن يكون هو الله كما تعرف إلينا في كتابه الكريم هذه الدعوات ترجمت وعكست سورة مفهومية عنده لله تبارك وتعالى فيها إختلال فيها كبير إختلال كيف؟ تنبه معي هذه نقطة مهمة جداً ربما تكون أهم شيء حتى في حلقة اليوم وين الإختلال؟ في هذه الصورة المفهومية وين الإلحاد؟ قرآنياً في إلحاد في هذه الصورة في إلحاد في هذه الصورة قال لنفسه هذه الشركة عملاقة توظف ألوف إن لم يكن عشرات ألوف الموظفين في أكثر من دولة فيها عمال وموظفون بالألوف كل واحد من معظمهم يعيلون أسراً إذن هذه الشركة تساهم في فتح عشرات ألوف البيوت وعيالة عشرات ألوف الأسر خير كثير يلحق الناس من جرائها ثم وجد نفسه مشتركاً فيها من بضع سنين لأول مرة يحدث هذا الشيء إذن قد يكون حدث بطريق الخطأ يا سيد في أسوأ الظروف قد يكون حدث على سبيل اختلاس المقنع على سبيل اختلاس المقنع اختدعوا اهتبلوا فرصة غفلته لم يأخذ ببعض الإجراءات ببعض التحوطات المهم استطاعوا أن ينهبوا منه هذا المبلغ لنفترض في أسوأ التقديرات أن هذا هو الذي حصل فهل هذا يسوغ لك أن تدعو الله تبارك وتعالى بأن يدمر هذه الشركة رأساً على عقب من عند آخرها وأن يحرم عشرات ألوف الناس من أرزاقهم ومن معائشهم لأجل أنك غضبان ثم قال نفسه يا الله لو أن الله تبارك وتعالى عاملني أنا على هذا النحو لها لك منذ أمد بعيد كيف؟ الإنسان فينا أحبابي أخواني وأخواتي قد يحسن عشرين ثلاثين سنة ثم مرة مرة في يوم الأيام يسيء وعن تعمد يغلبه ضعفه البشري فيسيء إلى بعض الناس يظلمه ربما في عرضه يتكلم عليه يعني يغتابه يظلمه شيء ربما من حقه المادي أو المالي وهذا شيء فضيع عند الله تبارك وتعالى لكن هذه خطيئة بعد عشرين ثلاثين سنة من الإحسان فلو أن هذا الذي ظلم وأسيء إليه رفع يديه وجعله يبتهي إلى الله تبارك وتعالى بأن يدمره وأن يلحق به العار والشنار وأن يصيره إلى النار وأن يفعل به ويفعل 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 واستجاب الله تبارك وتعالى ترون هل كان هذا الرجل سينظر إلى الله عز وجل في هذه الحالة على أنه رب عاد رحيم أبداً كان سيشك مثلاً لو طلع الغيب وتحصلت له هذه الصورة للموضوع كل هذا المشهد الغيب العجيب لكن الله ليس كذلك لا إله إلا هو ولذلك يا أخواني حتى حين ندعوه ينبغي أن نكون محاذرين حاذرين جداً حتى نهاية الشوط أن نسيء الأدب معه لا إله إلا هو إياك أن تظلم أو تتجاوز ثم تدعو بعد ذلك على من ظلم هذه إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى يعني عليك أن تتخيل عليك أن تتصور أن الله تبارك وتعالى يخاطبك يقول لك يا عبدي أهكذا تؤمن بي هل أنا ذاك الإله الظالم الذي ينصر الظالم على مظلومه وتدعوني وأنت ظالم قلة أدب مع الله تبارك وتعالى هذه الأشياء أيها الإخوة نتورط نحن في مئات مئات من التنوعات عليها السبب الرئيس الجذر الأساسي تعرفون ما هو؟ هو اختلال المفهوم اختلال المفهوم الله في أذهاننا لا نتعامل إيه؟ معه وفق ما ينبغي له من تقديس وإجلال بحسب ما تعرف علينا في كتابه الكريم نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يجعلنا من عباده الصادقين وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته